بطلة جزائرية تتحدى كل الصعاب إيمان خليفي الملاكمة الجزائرية التي أشعلت الأولمبيات بروحها القتالية صاحبة الإصرار الذي لا يلين رغم الحاقدين الأعمالين بيقولوا أنها لا تنتمي للإناف وبالرغم أن التجريح الكبير لها وقفت صامدة أمام كل الشكوك والانتقادات صديق النجم أنت الآن على أعتاب استعراض ملحمة كبيرة لنكشف مع بعض القصة الحقيقية هل إيمان بنت ولا ولد؟ بس ما تنساش الأول تعمل لايك عشان خاطر أعرف أن أنت تفرجت على الفيديو والكلام اللي هيتقال ده دلوقتي كلام مهم جدا يلا بينا يلا بينا تاكن على الله بيه حاجة اسمها يا صديق النجم التحقق من الجنس في الرياضة وده اختبار فحص جسدي للرياضيين عشان يتأكدوا إذا كانوا إناس ولا زكور ويبدأوا يخشوا المنافسات الرياضية في سنة 1950 الموضوع كان بسيط جدا لجنة من الأطباء تفحص السيدات ونتأكد وخلاص الموضوع خلصان هنفحص ونشوف نتأكل على طول جنف بطولة بريطانيا والكومن ويلس سنة 1966 اشترت الاتحاد الدولي لجنة بصرية ساعتها الرياضيين شعروا بالإهانة محدش يبص علينا وإحنا مش كده وكانت اللجنة بتقول لهم هتشاركوا يبقى لازم تقلعوا لحد ما حصل اختبار تاني اسمه الكروموسومة كروموسومة عشان أسهل عليك الكروموسوم XX يعني أمثة XY يعني ذكر فانت لو حد قال لك XX يبقى تعرف أنه يعني يقصد اللي انت لكتات زي النسوات في عام 1985 في عدقة إسبانية اسمها ماريا خسيم مارتنيز بيتانيانو الله اسم حلو ماريا خسيم مارتنيز بيتانيانو لعبة حواجز اتردت من الفريق الأوليمبي الأسباني بسبب فشلها في اختبار تحديد الجنس في الأول قالوا لها اعتزلي كده بشكل سر يعني وهنقول ان انت اعتزلت وخلاص لكن هي قررت ان هي تحارب على القضية بتاعتها وتقول للعالم كله انها أنثة نشرت التجربة بتاعتها في جريدة لانست سنة 2005 لكنهم بعد كده ألغوا اختبار الكروموسومات سنة 1992 ويمشوا بالطريقة التقليدية تاني عايز تشارك اقلع لحد ما حصل في 2006 اختبار اسمه الهيرموناني في أغسطس 2009 في لعبة من جنوب أفريقيا عداءة من اسمها كاسترسيمانيا وركزوا في الاسم ده كويس قوي كاسترسيمانيا خضعت لتجارب تحديد الجنس واكتشفوا ان التوستيرون عندها عالي جدا ومرتفع اللي خلاهم يركزوا في الموضوع ده ان هي كذبت سباق 800 متر في برلين سنة 2009 وحققت رقم عالمي المهمة ساعتها هي رفعت قضايا وكذبتها واخدت بعد كده ميداليا في ريودي جانيرو سنة 2016 ذهبية هرموني التوستيرون ده وقد بيكون عند الذكر أكتر من الأنثى هو التوستيرون عندها عالي آه مفيش مشاكل بس هي أنثى هو عندها 3 أضعاف الست بس أنثى كاسترسيمانيا كانت الناس بتحاربها ليه عشان سبب واحد بس أن هي مشروع ذهبية ولو هي ما نضمتش نينة في بلدنا يبقى لازم تتحارب عشان خطر ما حد يش ياخد الذهبية قضايا سمينيا نفسها مشهورة أكتر من قضايا مريقيا اللي أنا كلمتوكم عليها في الأول لأن مريقيا غلبانة لا كانتش بتحقق بطولات لكن كاسترسيمانيا بتحقق بالذهب واللي بيأزينا هو اللي بيحصد الذهب من نينة فلازم نوقفه بأي طريقة زي إيمان خلف بالزبط عرضت لحاملة غير أخلاقية واتنشر ستها إلى خارج مربع الحلبة وبدأت تنمر على شكلها وفي التشكيك أن هي أنثة إيمان ملاكمة جزائرية اتولدت سنة 1999 فازت على المجارية لوكاانا في بطولة الألمبياد بتاعة فرنسا بإجماع من الحكام ويا صديق النجم خلي بالك بإجماع من الحكام يعني معنى ذلك أن المباراة استمرت ما وقفتش وده كان في دور الربع النهائي وسط السيدات عشان خاطر تضمن ميداليا لبلدها لأن في الملاكمة يا جماعة بيبقى المركز الثالث والمركز الرابع بيأخذوا برونس ما بيتنافسوش مع بعض عشان خاطر يأخذوا برونس لا المركز الثالث والمركز الرابع بيأخذوا برونس على طول المباراة بتاعة المجارية مفيش مشكلة بس المشكلة حصلت مع الإيطالية المدموع سخية إنجلينا كاريني انسحبت في الثانية 46 وقالت إن انسحبها هو أخوف على سلامتها بسلامتها فضلت طعيات وعلمت الدنيا عليها لدرجة إن السباحة اسمها رايلي جيجز كتبت تويتا قالت لما كان للرجال في الرياضة النسائية طبعا بتلمح على إيمان المشكلة مش في كده أه بدتو راح تقالت جملتين المشكلة بقى كبيرة إن أليون ماسك صاحب منصة X رد عليها وقال لها طبعا بجد أليون ماسك ده تلع XX XX أليون ماسك ده حتى جورجينا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا بتعطفت طبعا مع بنت بلدها ودخلت في خط التشكيك بس يا جورجينا ميلوني أنا عايز أوريكي حجز غنونة كده بس عم بنت بلدك دي الملاكمة بتاعتك اللي انت عملة بتدفع عنها وعت مع نفسها في بطولة كده كانت بتلاعب واحدة تركية محدش جي جنبها خالص وعملها بتمسك رجليها وبتهرب من النزال بدل ما تظلموا الناس قريب تشوفي الناس اللي عندك اللي بيهربوا من النزال كعبلت نفسها قدام المنافسة بتاعتها التركية وقالت رجلي فيها واوة شكلها متعودة طبعا الموضوع مخلص لحد كده دي الدنيا قصد بزيادة الاتحادي المجري استطاد في المياه العكرة هو كمان وطالب بتحقيق مش بس كده يا صديق النجم موضوع وصل لحد جا أكبر من كده بكتير ترامب بيروج للحملة الانتخابية بتاعته وبيستغل العزمة ياريتها كانت عدة الكاب بدل ما جات في ودنك الحملة بتاعت التشويه لم تطول إيمان خليفي فقط فكمان بلاكمة هيلندية اسمها لين ويتينج برضو بتكيكوا فيها ان هي ذكر ملامحة ملامح ذكرية ده اللي خلى رئيس اللجنة الأولمبية كومس بخ دافع عنهم وعن خطاب الكراهية الموجه ليهم والله انت حبيبي يا عم بخ حبيبي يا عم بخ عايز سأولكم على حاجة صغيرة عشان خاطر الناس كلها تعرفها لو إيمان خليفي راجل فهي بالفعل راجل عشان خاطر عملت حاجات ما عملوا عشر رجالة نفسهم وأثرت ان هي تحارب العالم كله دلوقتي عشان خاطر تجيب مدالية لبلدها والمفروض بدل ما نعمل حملة تشويه للناس دول لازم نتعلم منهم الإصرار ان هما يصلوله ولاش الكلام الخيبان لبداياني أكتر في ناس عرب كتير يشككين في البنت دي خلوا بقالكم البنت دي يوم الايامة هتبقى خاصمتكم فلتقل خيرا أو لتصمت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فخور بيكي على فكرة في رمز زي ده ظهر في نص الفيديو ياريت تعمله سكرينشوت وتبعته لي على المسانجر بتاع الصفحة وتقولي في الديئة كام